بعد أيام من إعلان ميليشيا الحوذي تنفيذ خطة إعادة الانتشار في الحديدة من طرف واحد دعت الأمم المتحدة الحكومة والميليشيا لعقد اجتماعات غير مباشرة لتنفيذ ما أسمته بالبنود الاقتصادية لاتفاق الحديدة الاتفاق الذي يعد أحد مخرجات اتفاق استوكولم سيركز على آليات تحصيد إرادات محافظة الحديدة وموانئها واستخدامها لدفع رواتب القطاع العام في المحافظة وغيرها وفق ما أكده بيان صحفي لمكتب المبعوث الأممي ويرى الخبراء أن عراقل عديدة لا تزال تنتظر جهود المبعوث الأممي للوصول إلى حل فيما يخص تنفيذ البنود الاقتصادية خصوصا في ظل استمرار حالة عدم الثقة بين الحكومة والميليشيا وهو أمر عبرت عنه الحكومة بوضوح في مطالبتها بإنهاء كافة أشكال النفوذ الحوثي على مؤسسات الدولة في الحديدة جهود الأمم المتحدة المكثفة لإيجاد مخارج وحلول الاتفاق الحديدة وتركيزها كليا على الوضع هناك قوبلت بانتقادات حادة من قبل المراقبين الذين وصفوها بالمحاولات الساعية لتكريس الحلول الجزئية على حساب القضية ككل وهو الأمر الذي أعطى متنفسا للحوثيين لفتح جبهات جديدة في الضالع وتعز والبيضاء ويرى مراقبون دعوة الأمم المتحدة للحكومة والحوثيين بالبدء في مشاورات البنود الاقتصادية لاتفاق السويد بمثابة ترحيل للمشكلة الملف اليمني في المدينة وهروبا من عجزها في ضمان تنفيذ اتفاق السويد كاملا خصوصا بعد رفض الحوثيين الاستجابة لأهم بنوده القاضية بسحب عناصرها خصوصا بعد رفض الميليشيا الاستجابة لأهم بنوده القاضية بسحب عناصرها من المدينة